جمهوره بيهتف بالروح بالدمن في ديكيا فلسطين منتخب فلسطين بيلعب مباراته المهمة أيضاً مع منتخب لبنان بتتلعب في الدوحة ونجم الأهلي والساهم الفلسطيني وسام أبو علي بدأ لأول مرة كلاعب دولي مع منتخب فلسطين هذه المباراة اللي بتتلعب في الدوحة في تصفيات أسيا لكأس العالم وسام هو يمكن نمر 19 فوق أول الوقوف وده في خلال إحدى الهجمات اللي بيعملها على المرمى اللبناني الأهلي أهدى المنتخب الفلسطيني هذا اللعب وأهدى الهوية والارتباط الحقيقي يعني هو من وصف الفلسطينية بس هو نشعب في أوروبا لما تشوفه هو بتكلم على فلسطين وارتبط بيها وبمشاكلها وبقضاياها إزاي دلوقتي لا مهم جداً أنه كان وأنا قلت لك هو طلع باسبور فلسطيني عشان يلعب في النادي الأهلي هذا هو بداية الطريق نتمنى لكل التوفيق ونتمنى يعني طبعاً إحنا بنتمنى لكل الأشقاء العرب التوفيق لكن يبقى لفلسطين خصوصية في هذا الظرف خاصة بمشاعرنا بنتحرك معهم ووسام يا رب يا وسام ربنا نصفك وتقدر تعمل عمل تاريخي في أول مباراة لك مع المنتخب تكون سبب من أسباب فوز إن شاء الله طيب